ده أحسن شكل ومكان البيت والزريبة والشونة المباني كلها هتبقى بالمسلح وهتتكلف تقريباً تقدم اليون ما عنديش مانع وأنا هروح لمهندس المركز أعمل تصريح المباني بإسمي وبكده هتبقى نوايا رسمية للبلد الجديدة بعدها ما حدش يقدر يقول إنك مش تابع المركز والعيلة كلها تتجمع حوالين الحد الشارجي هخصصه لبيوت العيلة اللي عايز يبني ياخد منحة أرض ويبني وأنا متأكد إن بعد أول زرع الكل حيشتري ويبني أقلوا نبعد عن خطر النجح والله يصعبان علي الأرض اللي هيبنوا عليها احنا تعبنا كثير على ما صلحناها آه معلش نضحي ونصلح أرض جديدة وهنبتدي ميتة إن شاء الله بقرة بإذن الله أخلص التصريح والأوراق وحفوط هالك وحديلك الفلوس اللي تكفيك وأعتمد عليك في التنفيذ الزغطي اعتمد على الله وتوكل على الله يشوف مصالحك في سهاج هرجع بس مش قبل ما قاب الهمام واقنعه يبعد عن الخواجات والمخدرات قبل ما الحكومة تشيلهال وحده ولو كان عاجل من الأول كناش وصلنا للحال اللي احنا فيها دي لازم يعرف إن اللي بيشيل جربة مخرومة بتخرة عليه وهي غالطة أنا وبيهم الأول رايحنا ننتوب قبل ما نتوب البندرية ويانا التوبة عمرها ما تكون غزب التوبة لازمها جناعة بإن اللي هم فيه غلط همام صاحبي وأنا أعرفه كويس طيب وقلبه بيض وهيسمع كلامي ما بيجي كبير عيلته خدي يا عمي دي كل التصريح والأوراق بتاعت الأرض الجديدة أوراق وتصريح إيه دي احنا بنبني في ملكنا حد شاركنا كلام دهني في النجا لكن أرضنا الجديدة في مركز والمركز له مجلس محلي وما فيش حاجة بتتمل بموافقات وأوراق المهم المهندس عمر يكون فاهم هنقدم الوراق ده ميتة لأنني مفهمش في الوراق ما الوراق والحكاية دي بتخافش عمر فاهم اسمع عمي أنا عارس كل حاجة بتاعت عميك انت فاهمني طبعا آه طبعا إكده يبقى ألف ألف يعني مليون جنيه تمام اكفل الشنطة دي أنا أخذها معانا وإحنا رجعين للجوزك وأنت يا عمي أنا عارس كل حاجة بتاعت عميك انت وتحاسب المجاول أول بول ها ما تقوليش هامل حكاية دي تمام يبقى كده ما فضل ليش غير إن أجاب الهمال قبل ما نهملكم ونروح على سهاج ها ملنا يا ولدي لا أنا عايز أشوفه وحدي عشان لو مرمط باللي جابوا الأرض ما ينكسفش من روحه طب ما تبتكلش كثير على حكاية العشم دي لأنها همامة غية نفسه كبرت أبقاش يعمل أي احترام لمسألك العشم دي يا مين بالله ما لوا عندي يغري الجسم دي ده أنا لم ربيه واعرفه زين يلا نسمع جاهز حالك عايب تهمل جوزك وحدي وما لو أمنا أنا أصلاً ورايش حاج سبحان الله فطمان الحريم أنا كنت أول يرا إيه يا أمام أنا مش شايع تلك نتقابلوا واحدينة إيه لازمة الرجالة دي كلها ده الرجالتي ما بمشيش من غيرهم تقدر تقول مربوطين فيها بسلسلة طب اطلق السلسلة ومشيهم ما عايش سحدي يسمعنا ما قدرش أنا غيرك أنا مطرود من عائلة عبادي ويوم المونة يشوفوني ماشي الواحدة عشان يطخوني تكلم برحتك ما يمكش ضيعت الأمان اللي كنا عايشين فيه يا أمام الأمان غال يا مناع ما يبكيش عليه غير الضعيف بس لكن الجوي لا الجوي ما يهموش يا مناع وانت فاكر نفسك خلاص بجي الجوي كم جنب اللي أخذتهم من الخواجات إيوة وسلح كتير سلاح يخلينا طايا الراس أي حد يقف جدامي أي حد يا مناع يا طرى السلاح اللي عندك يقدر يقف جدامي الحكومة جدام جيش جاي طهر النجع من المخدرات اللي فيه الحكومة محدش يقدر عليها يا همام حكومة؟ من متر حكومة درينا بيلي إحنا فحلنا وهما فحلهم لا عايزين حاجة منهم ولا بناخد منهم حاجة يبقى ما لهم شي صالح بينا عايز تعمل ماملكة في بلد لها حكومة وقنون بالسلاح اللي معايا ماملكة الجبل ديها تكون ماملكة تاني وأنا الملك فيها ولا هيعرضني يا هطايا الرعصة مناع كانك الجنيت يا همام يا قط فوق ده انت في سهاج كنت بتخاف من العسكري جاي النهاردة تعمل ملك وعلى مين علي أنا؟ قصر الكلام يا مناع كل واحد شايف في روحه ملك واللي يقدر يخلي غيري واعترف بيه ملك عليه يبقى هو المالك تبقى خلصت لأن محدش يعترف بيه غير شوط المغاطئة بتوعك دول يلا يا واد منك ليه خلينا ردول عجله فراسه قبل ما يخربها علينا كلنا يلا محدش يعتعتع من ينيه غير بإذني أنا كده طب مشيهم يا همام خلينا نتكلم وحدينا خد يا شوقي الرجالة واستنوني ورا الجبل سمعت يا رجالة؟ يلا بينا انت عارف يا ابن الجزمة لو ما تجعش عقلك الفراسك هعمل فيك إيه؟ انت تعملت يا ولد؟ الكلام اللي بتقوله ده يوديك فدايا ومش وحديك النجع كله هيدفنه والحكومة شمت خبر بعد عنا مناع وما تكلمش غير نك صاح انت صاحبان علي يا همام الخواجات بيلعبوا بيك كيف هيعطوك اسلاح تحارب بأهلك وناسك وتكتلهم اللي متربيين معاك مول عمرك مش هما اللي قتلوا عمي؟ أمك يستحق الكتل لكن والله ما هما اللي قتلوه وانت قتلت خمسة وعشرين نفرزون كأنك تعرف مين اللي قتل عمي؟ ايو اعرفي اللي قتل وخد بطاروا مني نفس اكصاد نفس وخلصة الحكاية طب قللي قللي يا مناع انت صاحبه انت صاحبه وحبيبي لازمة نتقول لي مين اللي قتل عمي؟ ولو قلت لك هتصح اللي قتلتهم ظل؟ كفاء انك تلوه وخطر عمي قادل اللي خدناه من الجوه لما يدوها لواحد اهطل يهم الخراب وهم سيد مين يسكنوا الخرايب وحط لجوهم هنا فوق راسك يحكموا ويتحكموا في كل الناس وأولهم ناسك وانت ساعتها مش هتقدر تنطق لأنك خلاص يا همام خسرت كل الناس اللي ممكن يقفوا معاك ضدهم تصدقني يا همام اللي يرمي نفس الحوضنهم يتحول لعبد ليهم سلام لساك مش عايز تقول لي مين اللي قتل عمي؟ اللي قتل عمك مرة مش راجي ومحدش شافة غيرنا وبالحمد بعد ما الفجر طلع وبالحمد اللي جيوه مية على الطريق يعني محدش شارف غيري وانا مش هقول لك اللي ما تقطع علاقتك بالخواجات واخدك تصالح على عيه العبادي وحكم عليك بديه تربي ليتام اللي حرمتهم جناب الخواجات من أبهاتهم يعني يا مناع يعني انت عايز تحكم علي نصبت نفسك تتبر النجع كامر غصبة عنك ولو ما توقعتنيش هغصبك تطعني لان مش هسيب النجع اللي عبا في يدك انت والخواجات بتوعك وما عنديش كلام تاني يتقال سلام عليك وبنقذ معرفتك يا مناع وما عايش نعرف من المرأة اللي قدلت عمي وما عايش نعرفك من أساسه ده المعرفة اللي تجي للجيمة دي يا عالهم اللي في الطهول يا بور عالهم مقدرش يفوت ولا هرب منه ترى عامل ايه يا نرهان في الهم اللي في الطهول كان كمان حسناً حسناً اشترك في القناة موسيقى اشتركوا في القناة